اشتركوا في القناة ووضية الانتخابات الليبية تؤكد أن تأجيل انتخابات الرئاسة يرجع لمجلس النواب منظمة التعاون الإسلامي تعلن إنشاء صندوق غاثة إنساني وتعيين مبعوث خاص لأفغانستان خرجت مسيرات في محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم وذلك في الدكرة الثالثة لثورة التاسع عشر من ديسمبر وأطلقت الشرطة السودانية الغزى المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تمكن بعضهم من تسلق بوابة القصر الجمهوري ويطالب المتظاهرون بحكم مدني كامل كما يؤكدون رفضهم للاتفاق الذي وقعه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك التاسع عشر من شهر ديسمبر هو ذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة التحم السوار هنا أمام الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى القصر الرئاسي وهؤلاء كانوا في محازات تامة للبوابات الجنوبية للقصر الرئاسي وهم قد تجمعوا من ولاية الخرطوم ومن مدن السودان المختلفة بكافة أطيافهم وفئاتهم المختلفة تنديدا للاتفاق الذي أبرم بين البرهان وحمدوك في الحد والعشرين من شهر نوفمبر الماضي هذه الخطوة الجرية التي وقفوا فيها في محازات للبوابات الجنوبية للقصر الرئاسي يعتبرونها هي الخطوة الأوثق والأهم للتنديد بهذا الاتفاق ولتصحيح المسار الديمقراطي الناس هنا في هذا الشارع الرئيس للقصر الجمهوري جيئة وذهب للبوابات الجنوبية وهم جد سعداء بهذه الخطوة التي يعتبرونها الخطوة الأوثق لإعلان تنديدهم بهذا الاتفاق من الخرطوم ينضم إلينا عبد الباصد إدريس الكاتب والباحث السياسي سيد عبد الباصد لماذا يبدو الشارع في الخرطوم رافض لما تم من اتفاق ما بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء رغم أن هناك كان من يدعو لعودة رئيس الوزراء مرة أخرى شكرا جزيلا لكم الرفض لأن كثير من السودانيين وكثير من الغوة السياسية يعتقدون أن هذا الاتفاق أقصى غوة رئيسية وفاعلة وهي غوة ثورة من المشهد السياسي تماما واتماد الاتفاق ما بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم ترشيحه من قبل غوة السورة ومسلف قوة الحرية والتغيير ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بوصفه يمثل القوى الرئيسية الفاعلة الغوات المسلحة التي انحازت لمطالب الجماهير سورة ديسمبر وقرر إنهاء حكم البشير وبالتالي يخصى غوة رئيسية وفاعلة ومثل في قوة الحرية والتغيير من المشهد مع الاحتفاظ بغوة أخرى في ظل وجود عبد الله حمدوك هذا لم يرضي كثير من الغوة السياسية وكثير من السودانيين ولذلك رأوا بأنه لا بد من إزغاط هذا الاتفاق والعودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي ما المقصود بالعودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر ما حدث أنه تم عزل أو إنهاء دور السيد عبد الله حمدوك ثم عاد مرة أخرى أيضا التعيينات التي حدثت بعد الخامس والعشرين من أكتوبر تم الرجوع عنها نعم هما يقصدون بالعودة إلى المنصة التأسيسية التي تأسست عليها الشراكة ممثلة في الوسيقة الدستورية التي تتحدث صراحة في نصوصها بين القوات المسلحة والدعم السريع وقوة إعلان الحرية والتغيير وبالتالي عبد الله حمدوك نفسه عندما عاد فغض كثير من رصيده السياسي والشعبي داخلي باعتبار أنه وقع على اتفاق ما كان له أن يوقعه لأنه غير مخول بذلك وكان عليه الرجوع للغوة التي رشحته أو أتت به نعم ولذلك عبد الله حمدوك أصبح الآن سيد عبد الوسيط يعني وكلت الأنباء تتحدث على أن من نزلوا إلى الشوارع في الخرطوم هم بمئات الآلاف إذن السلطة إن كانت عسكرية أو مدنية حاليا فهي لديها مشكلة مع الشارع نعم هناك مشكلة عقيقية لأن الذين نزلوا بالفعل يقتربون من هذه الأعداد هذا في العاصمة الخرطوم فقط هناك تظاهرات واسعة جدا في عدد من الولايات وبالتالي من الواضح أن هناك رفض واسع للمكونين المدني والعسكري الآن الشارع تياوز تماما مطالب القوى السياسية بالعودة للوسيغة الدستورية والعودة لقبل 25 أكتوبر والآن يتحدث عن تغيير هذا المشهد وإزغاط المكون العسكري وإزغاط عبد الله حمدوك وتشكيل حكومة مدنية جديدة وهل هذا قابل للتطبيق؟ أعتقد أنه غير قابل للتطبيق لأن المشهد يبدو أكثر تعقيدا فيما يتعلق بالمكون العسكري فيما يتعلق بأطراف العملية السلمية فيما يتعلق بأهمية وجود الدكتور عبد الله حمدوك على رأس الوزارة لما يتمتع به من علاقات خارجية من ربط كثير جدا من الفاعلين الدوليين استمرار دعمهم بالسودان بوجود على رأس السلطة المدنية ولذلك من المصلحة أن تغطل غوى السياسية خطوة للأمام أن تكون هناك نوع من الحوار المفتوح أو أن تشرح في عملية حوار وطني بنام مع المؤسسة العسكرية من إمتاج خارطة طريق جديدة هذه الخارطة تحتمد على تحديد أو لويات مهام الفترة الانتغالية وتكوين الحكومة والآليات الدستورية الأخرى من مفوضيات ومجلس الشريعي بعد الخامس والعشرين من أكتوبر قوى الحرية والتغيير أعلنت أكثر من مرة بأنه لا تفاوض مع المكون العسكري رغم أنك تأتي بعض المعلومات بأن هناك تفاوض وهناك لقاءات بين الطرفين هل يوجد الآن أي لقاءات أو معلومات عن لقاءات بينهما؟ لا تفاوض هو الشعار الشارع الآن الذي تبنته هذه القوة معروف أن هذه القوة التي تم إبعادها بعد الخامس والعشرين هي الغوة الأكثر احتدالا داخل التحالف الحاكم هي الأكثر غابلية وواغعية في طرح السياسي وتفاهمها لهمية المشاركة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتغالية لضمان حفظ الأمن والاستقرار والانتغال بالسودان إلى مرحلة الانتخابات وأن يكون هذا الانتغال بشكل مؤمن عبر عملية انتخابية شفافة وآمن ولكن الآن أتصور أن هذا الشعار يبدو أكثر مغالا لأنه سيدفع بالبلاد إلى المجهول ولذلك قلت لك من الحكمة أن تبتدر القوى السياسية عملية حوار وطني بناء مع المؤسسة العسكرية لكيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وهل حالة الغضايا العالغة هل الحرية وتميير في هذا التوقيت متفقة على رأي واحد وعلى شكل واحد للمرحلة القادمة لأنه في مراحل سابقة كان هناك نوع من الاختلاف وأشبه بالصراع لا تبدو قوى الحرية والتغيير حتى الآن متفقة على موقف واحد وإن صاغت بيان أو موقف سياسي جديد خلال في غضون اليومين الماضيين ولكن من الواضح جدا هوة الخلافات وحدتها في داخل مكونات هذا التحالف الكبير والعريض الذي يشكل أطياف متعددة فضلا عن ذلك هي نفسها الآن الشارع نفسه مغسم حولها هناك ما بين يؤيد أن تكون جزء من العملية السياسية وجزء من التظاهرات ومن يرفض ذلك صراحة ويحملها مزئولية ما آلت إليه الأوضاح خلال الثلاثة عوام الماضية من فشل اقتصادي وتدهور أمني وانسداد للأفق السياسي وإفشال للثورة ومطلوباتها وتعطيل آلياتها ولذلك هي الآن في موقف حرج يعني ليست كما كانت يعني ولذلك من الحكمة أن تدير خلافاتها الداخلية بغدر من التوافق لتخرج برؤية موحدة تمكنها من مخاطبة الرأي العام ومخاطبة المكون العسكري وعلى خلافاتها هي الأزالة لديها الفاعلية يعني لديها الفاعلية والعمل وسط كوادرها وسط مكوناتها وسط بياداتها وسط الصحافة والإعلام وتحظها باحترام وغبول عدد من الدوليين يلتقونهم السفراء يلتقيهم مولوس الأمم المتحدة يتشاورون معهم بشكل مستمر شكرا يا سيد عبد البسط إدريس الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من الخرطوم دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان من أجل تجاوز الأزمة الراهنة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس اللبناني ميشيل عون في مستهل زيارته إلى بيروت أبلغت الرئيس عون أنني أتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة وهي أن الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني انتخابات العام المقبل ستكون المفتاح وعلى الشعب اللبناني أن ينخلط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد سيتواصل الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار لبنان وأحث كل الدول الأعضاء على الاستمرار بزيادة دعمهم من جياتي قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إنه يرحب بأي دور تلعبه الأمم المتحدة لدعم الانتخابات العامة المقررة العام المقبل بحثت مع الأمين العام الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان وسبل الهروج منها لسيما ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والمعاشية التي تردت خلال الأشهر الأخيرة كما أكدت له أن لبنان سيشهد في الربيع المقبل انتخابات نيابية سنوفر لها كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين في اختيار ممثلهم ونرحب بالمناسبة بأي دور يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في متباعة هذه الانتخابات بالتنصيق مع سلطات لبنانية المختصة من بيروت ينضم إلينا حنة صالح الكاتب والباحث السياسي ساتحنة إلى أي مدى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بمساعدة لبنان للمجتمع الدولي يمكن أن تجد استجابة في هذا التوقيت لا أظن أنها ستجد أي استجابة لأن المجتمع الدولي حدد أن شرط أي دعم حقيقي أن تقدم السلطات اللبنانية على إجراء إصلاحات حقيقية أن تبسط سلطة الدولة على حدودها على أرضها أن يتم وضع السلاح بتصرف الدولة اللبنانية بتصرف الشرعية اللبنانية لافت أن ميشيل عون رئيس الجمهورية قال أنهم يعملون لتجاوز الأزمات بشكل تدريجي ربما يجب تفسير هذه الكلمة هناك حكومة أمضت حتى اليوم 99 يوما وهي منذ تأليفها ومنذ 68 يوم هي جثة ممنوعة من الاجتماع بفضل الضغط الكبير الذي يمارسه حزب الله ويضغط على الحكومة كي تقبع قاضي التحقيق الخوف من زيارة جوتيرس أن تساهم بتعويم الطبقة السياسية أن تستغلها الطبقة السياسية من أجل المضي في نفس السياسات التي أدت إلى كل هذه الانهيارات وإلى ارتهان البلد نعم كان هناك أمل كبير بعد تشكيل الحكومة لأنه تم الانتظار لشهور طويلة حتى تظهر هذه الحكومة حتى تحل المشاكل ولكن المشاكل كما هي وهناك حكومة طبعا المشاكل كما هي لأنهم سلموا قرار البلد للخارج لأنهم ارتهنوا إلى البلد وهاجسهم نظام المحاصص الطائفي الذي يؤدب اللبنانيين خلال حكم نجيب مئاتي نحن صفر إنجازات لكن خلال مئة يوم هناك مئة بالمئة عتمة هناك هيركات 80 بالمئة على الودائع تحدثوا عن أنهم اتفقوا على أن الخسائر 69 مليار دولار كان هناك 120 مليار دولار ودائع الناس أين ذهبت هذه الأموال كيف سمحوا بأن يعلنوا مثل هذا الرقم بالأمس يقول نجيب مئاتي أنهم اتفقوا كل الأموال التي تم تحويلها إلى دولار يجب أن تعاد إلى الليرة أي أنهم يشتبون نحو 28 مليار دولار نحن أمام سلطة تآمرت على شعبها نهبت وأفقرت ومثل هذه السلطات يجب أن تحال إلى المحاكمة يستحيل أن تنجز أي خطوة لإصلاح الوضع الذي تسببت به نعم وأكبر مسألة نواجهها أنها تغادت وتسببت وغطت كل ما أدى إلى قطيعة مع بلدان الخليج وهي الحاضنة الرئيسية للبنان التقرير الدولية تتحدث على أنه إذا بقى الوضع الاقتصادي في لبنان لمدة ليست بالطويلة بل لمدة قصيرة كما هو وبهذا الشكل فلبنان سيقدم على كارثة وهذا أبسط تعبير لبنان في قلب الكارثة هناك حالات مجاعة في كل الأطراف وفي أحياء الصفيح التي تحيد ببيروت وكل المدن الرئيسية هناك ناس تموت من الجوع ثلاث عمليات انتحار خلال ثلاثة أيام من ضيق الحال والسلطة ومن يتمسك بكراسي الحكم لا يعير التفاتا لمصلحة اللبنانيين وشؤونهم نحن في قلب الكارثة ولولا الدياسبورة اللبنانية التي تضخ كمية ضخمة من الأموال لعائلات عديدة لنحو 40% من اللبنانيين من الأسر اللبنانية لكانت الكارثة أكبر بكثير ولكن هل من هم في الصورة على رأس السلطة هل بيدهم شيء؟ بيدهم كل شيء لكنهم تخلوا عن الدستور تخلوا عن الآنون يحاولون طعن العدالة نحر الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ رهنوا البلد منذ التسوية المشؤومة في العام 2016 للمحور الإيراني عبر حزب الله سلموا حزب الله فاستباح الحدود وجرت عملية مبرمجة لنقل الثروة من لبنان من الداخل إلى الخارج سواء عبر تهريب الأموال والحديث عن تهريب نحو عشرة مليارات دولار بعد 17-20 وعملية تغطية المواد السلع الرئيسية المدعومة التي تم تهريبها إلى سوريا فأمنت الموارد المالية للميليشيات هناك للجويلة ولكبار المحتكرين بيدهم الكثير لكنهم أي خطوة يقدمون عليها ستطال مباشرة المصالح والمكاسب الخاصة التي حققوها هل هناك بلد في العالم حكومته اجتمعت مرة واحدة بعد 13 شهر من الفراغ اجتمعت الحكومة مرة واحدة ومنذ 68 يوم ممنوع أن تجتمع ولبنان سلطة مركزية حتى الحاجب حتى البواب في المؤسسات العامة خروجوا إلى التقاعد يتطلب قرار من مجلس الوزراء هل الانتخابات هي الحل؟ بدون سلطة أظن الحل أن تعود ثورة تشرين إلى الفعل السياسي الانتخابات وفق قانون الانتخاب الساري المفعول سيتم تزويرها مسبقا الآن يحضرون صفقة لمنع المغتربين من الانتخاب وهذا مطلب رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الله مقابل أبع قاضي التحقيق العدلي طار البطار وطي صفحة صفحة التحقيق في جريمة المرفأ وإذا تم منع المغتربين من الاختراع وهم سيصوتون تصويتا عقبيا ومع منع الميجا سانتر أي تصويت الناخب حيث يقيم معناه أن التزوير قد حصل قبل الانتخابات الأمم المتحدة تؤكد أنها يمكن أن تساعد في العملية الانتخابية هل وجود دور للأمم المتحدة يمكن أن يحل بعض هذه المشاكل يا صديقي بداية الآنون الانفاق الانتخابي الإعلام منع اللبنانيين فئات واسعة من التصويت وتشرف الأمم المتحدة على البقية ماذا ستتحل؟ لكن أيا كانت الانتخابات سيحدث بالتأكيد خروقات واسعة وأنا أغلب الظن أمين للقول أن حزب الله الذي يملك الآن أغلبية نيابية من 72 نائبا سيطيح بالانتخابات وسيجد الأسباب للإطاحة بالانتخابات لأنه لا يريد أن يخسر أكسريته حتى الأوساط الإعلامية المقربة من الحزب تحدثت عن إمكانية خسارة الحزب لأخسريته ولكن في كثير من الأحيان وكثير من الانتخابات تم الحديث بنفس هذه المعايير ويحقق حزب الله الأغلبية ويفوز من خلال صوت المواطن اللبناني حزب حزب الله حقق الأغلبية في الانتخابات الأخيرة بفضل قانون انتخاب متصادم مع الدستور ومزور لإرادة الناخبين والمقترعين لم يصلوا إلى 48% وهي أقل نسبة بتاريخ الانتخابات في لبنان بدون ذلك لم يتمكن حزب الله من تحقيق هذه الأكثرية لكن المشكلة هي الدويلة التي تتغول على الدولة في عام 2009 لم يحقق الأكثرية ولكنه هو من استلم الحكم بفضل السلاع يزورنا أمين عام الأمم المتحدة وهو سيلتقي أهالي الضحايا ويلتقي المتضررين وهذا جانب بالغ الأهمية لكن على أمين عام الأمم المتحدة والقوى الدولية أن تضغط لتنفيذ الأرارات الدولية 1701 1559 1680 وهي قرارات تستند إلى الدستور اللبناني ما هي مبررة القادة في لبنان أو الذين يقودون المشهد للمواطن اللبناني لما وصل إليه ماذا يقولون له كيف يقنعونه بأن يستمر فيما هو فيه الآن لا يقولون شيئا هم يمارسون بسياسة بتعصف وازدراء للبنانيين تخيل أمين عام الأمم المتحدة في برنامجه يزور المرفأ يقف دقيقة صمت على ضحايا أكبر تفجير هيولي عالمي غير نووي لكن ما من مسؤول لبناني أبدأ الأسى أو الأسف أو زار المرفأ أو وقف دقيقة صمت يتعاملون مع اللبنانيين أنهم شعب زائد ولا يهمهم مصلحة أحد شكرا سيد حنة صالح الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بيروت قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح إن المفوضية ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها مشيرا إلى أن مجلس النواب هو صاحب القرار بشأن مصير الانتخابات هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث المستجدات فيما يخص الانتخابات الليبية أيام قليلة تفصلنا عن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الليبية ولم تعلم بعد مفوضية الانتخابات عن القائمة النهائية لمرشح الرئاسة وذلك بعد الكثير من القرارات القضائية والطعون بحق عدد من المرشحين بدوره قال عماد السايح رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات إن المفوضية ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وقال أيضا إن مجلس النواب الليبي هو صاحب القرار في تأجيل الانتخابات أو المضي في إجرائها على اعتبار أنه من حدد موعدها مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة طارئة لبحث المستجدات في ليبيا وذلك مع تزايد المؤشرات التي ترجح تأجيل الانتخابات وسيحضر لاجتماعات المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا يانكو بيش ومستشارة الأمين العام الحالية ستيفاني ويليامز لتقديم إحاطتها حول آخر التطورات في الأرض الليبية ومن المقرر أن تتطرق جلسة مجلس الأمن إلى أسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات وما إن كان هناك طرف سياسي أو عدة أطراف تسببت في هذا التعثر تأتي هذه التطورات فيما ينتظر أن يبحث السفير الأمريكي لدى ليبيا مع بعض الأطراف الليبية في ترابلوس إمكانية تأجيل الانتخابات المراقبون للوضع الليبي يرون أن أي قرار يقضي بتأجيل الانتخابات الليبية أو إلغائها سوف يفتح الباب من جديد أمام احتمالات التصعيد الميداني وانهيار المفاوضات المستمرة منذ سنوات بين الأطراف الليبية في عدد من العواصم الدولية والإقليمية من ترابلوس ينضم إلينا عصام الزبير الكاتب والباحث السياسي سيد عصام هل هناك انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر برأيك هو حقيقة من زارت خمسة أيام وقل ولا يمكن أن تقام هذه الانتخابات في هذا الوضع لا وجود لدعاية انتخابية والدعاية الانتخابية تأخذ فترة طويلة يعني تأخذ فترة ما بين الأسبوعين إلى العشرين يوم وهذا لن يكون موجودا ولا موجود بهذا العمر اليوم دخلنا سندخل في اليوم العشرين وهي يوم 24 ديسمبر ذكرى استقلال ليبيا لذلك يصبح الآن من الخيال أن تقام الانتخابات في هذا اليوم الحقيقة تأخر القائمة التي كانت يفترضا تكون من مزلس النواب الذي هو أقل يعني تأثيرا وضغطا من قائمة الرئاسة يدل ذلك على أن الأمور ازدادت صعوبة وليس سهولة ولكن لماذا لم يتم الإعلان عن ذلك حتى يعلم الجميع ويعلم المواطن الليبي بالحقيقة وهذه الأمور هي الأمور الغريبة جدا أن المسؤولين لا يخرجون للشعب ولا يتحدثون مع الشعب ولم يخرجوا حتى الآن بل أن حتى في تقريركم تكلم رئيس المفوضية وقال بأن الأمور الفنية يعني موجودة كيف الأمور الفنية ولم تخرج القواهم ما هي الأمور التي يجب أن تكون عليها الانتخابات في هذا الوضع العدد كان كبير جدا الضني غير متوقع بالنسبة للبرلمان وهذا الذي زاد في تأخير الوضع عدد رئاسي كان كبير جدا وكان وراءه طراف ودول تدفع باتجاه ترشيح بعض الأشخاص اليوم نفت السفارة الأمريكية لقاء السفير الأمريكي ببعض الشخصيات الليبية وقالت بأن هذا شأن داخلي وشأن ليبي ولا علاقة لنا بالأمر بالرغم أنه قبل فترة التقى بمجموعة من المترشحين ومجموعة من النشطاء في مطار معتيقة وهذا أمر يعني حقيقة دول التي تتعامل مع ليبيا هي تتعامل بوجهين وجه في الملأ ووجه تحت الطاولة ولذلك لا يمكن الوصول إلى شيء حقيقي وشيء فاعل في ظل وجود الخداع والنفاق الدولي هل المشكلة في القوائم ومن ترشح على الانتخابات أم أن هناك مشاكل أخرى هي مشاكل عديدة أولا في القوانين التي صدرت ثانيا في الدول التي تدفع بأطراف مازالت موسك تصر على وجود سيف القدافي ومازالت أمريكا تحاول أن تبهد سيف القدافي وحتى بدعاوي المحكمة الدولية وتصر على وجود حفتر وكذلك فرنسا وكذلك بعض الدول العربية من الإمارات ومصر وغيرها وهناك دول أخرى تدفع بأطراف آخرين من بينهم دبيبة وبشاغة وقد تساعدهم بعض الدول في الطرف الآخر ولكن هناك دفع من بعض الدول وتأييد من بعض الدول كتركيا وقطر في الطرف الآخر وهذا ما زعل البلاد الآن تذهب إلى صراع دولي وحقيقي مثل ما كانت في الأوضاع المسلحة حتى في الأوضاع الترشيحية على مستوى الرئاسة والبرلمات هل سيتم التأجيل أم الإرجاء؟ والله والآن غير واضحة هي حقيقة أنا سما استمعت إلى يعني بعض المسؤولين من برلمان تبعتهم الذين قالوا بأن الزلسة يوم الغد لن تكون في البحث في هذا الموضوع ولكن زلسة يوم 27 ديسمبر ستكون في البحث لماذا تعطلت الانتخابات أو تعجلت مشكلة السيد عماد السايح الآن بدأ يدفع بها نحو البرلمان والبرلمان بدأ يدفع بها نحو السايح وكلهم ينتظرون من المفروض أن يتكلم عن ذلك ومن المفروض الذي يعطي بينما تكلم السايح وقال بأن الأمور يفترض أن تكون لماذا النواب هو الذي حدد الموعد وهو الذي يعني يتولى الشؤون الشرعية والقانونية نجد بعد ذلك بعض النواب يتحدثون بأن الأمور الفنية هي التي تحدد الانتخابات من ناحية آهليتها ومن ناحية يعني الوضع الذي يفترض أن يقوم عليه حقيقة أنا أريد أن أرجع بك إلى نقطة أساسية أن المجتمع الذي هو يعتبر مجتمع دولي ويتحكم في المشهد الليبي هو الذي يدفع بهذا التاريخ ولكن لم يدفع بآليات الوصول لهذا التاريخ وكم من مرة تحدثنا في ذلك ولكن لا يوجد المجتمع الدولي يأتي بحكومة وهذه الحكومة لا يبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي فكيف بها أن تؤمن انتخابات بدون وجود وزارة داخلية شاملة لكل المنطقة الليبية لكل الربوع الليبيا وأيضا لا وجود توافق بين الساسة أو جلسة حوار وطني ينتج عنها يعني وصول إلى مطاق وطني يرضى به الآخرون الذين لا ينتصرون في هذه الانتخابات أيضا وجود ضمنات دولية تمنح لهذه الانتخابات كي يسلم الذي خسر هذه الانتخابات بأن لا مجال للعودة إلى القتال أو المربع الأول هذه الأمور غير موجودة سريعا سيد عصام هل التأجيل يعطي فترة للتوافق أم يمكن أن يؤزم الموقف أكثر بالله حسب الدفع أنا رأيت الآن استفاني تزلس مع أكثر من 13 سخصية أظن على ما عد قدوة 11 سخصية في يوم واحد وهذا الأمر لتمنى من استفاني ألا تدفع بإملاءات إنما تدفع إلى تقارب وجهات النظر إذا دفعت بإملاءات سيكون لديها رد فعل وهذه رد فعل سيؤثر في ذلك المشكلة أن المجتمع المبعوثين الأمميين والأمم المتحدة أهملت الدستور فهي التي وضعتنا في هذا المنزق وهي التي تتحمل ذلك حتى المبعوثين الدوليين هم يأتون منحزين لأطراف دون أطراف أخرى وهو الذي ذفع إلى ذلك أيضا لم يطبق ما كانوا يريدونه مثل اتفاق سياسي ومثل خطة الطريقة التي وضعت في ملتقى الحوار الوطني الليبي في تونس وهو الذي زاد البلطن هذا الأمر هو الذي يريدونه لو كان هناك إرادة قوية لخروج ليبيا من الأزمة ستخرج ليبيا من أزمتها ولكن هناك تضارب مصالح وهناك تقادفات بأمواج وصراع دولي داخل ليبيا أكثر ما يمكن كان يمكن تشفيف التدخل الخارجي والرجوع ليبيا إلى وضعها الحوار الليبي الليبي وبعد ذلك الخروج إلى الحوار الأقليمي وبعدها إلى الحوار الدولي من وصول لحل هذه الأزمة الليبي شكرا السيدة سامة الزبير الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من ترابلس قال وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قرشي إن دول منظمة التعاون الإسلامي اتفقت على إنشاء صندوق إغاثة إنسانية لإنقاذ المواطنين الأفغان وفي ختام الاجتماع الوزري للمنظمة في إسلامباد قال قرشي إن دول التعاون الإسلامي اتفقت على تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان كما أكد قرشي أنه يجب السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية لمنع الانهيار الاقتصادي داعيا إلى البحث عن مسارات واقعية لإلغاء تأجميد مليارات الدولارات بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحب بحضور 52 دولة إسلامية وأعضاء مشاركين بشكل مراقب عقدت الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان الدعم لأفغانستان الأمر الذي يعتبر شديد الأهمية بعد إتمام القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان إن تحركنا المشترك تحت مضلة ثاني أكبر منظمة دولية والتي تمثل أكثر من ثلث سكان العالم يؤكد على دورها المهم والأساسي بمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الدول الإسلامية وفي التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلم وتحقيق التطلعات دولنا وشعوبنا الإسلامية كما يؤكد هذا الاجتماع تضامننا مع الشعب الأفغاني ويرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأهمية التحرك العاجل لاتخاذ السبل والخطوات اللازمة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في أفغانستان الحكومة الباكستانية التي استضافت هذا المؤتمر ودعت إليه بالتعاون مع المملكة العربية السعودية عمدت إلى توضيح أهمية الدعم المالي السريع لأفغانستان لتجنب كارثة إنسانية باتت تلوح في الأفق عندما لا تستطيع الحكومة في أفغانستان دفع رواتي بموظفيها المنتسبين لها فمن الطبيعي أن يخلف هذا الوضع الاقتصادي الصعب حالة من الفوضى وهي فوضى ستطال دولا عدة أرحب بقرار البنك الدولي لإغادة أفغانستان بدفع 280 مليون دولار لإعادة الإعمار هذه الخطوة يجب أن يتبعها خطة لإرسال بقية المساعدات الدول المجتمعة لم تقر أي منها الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان لكن الجميع اتفق على أهمية تقديم العون اللازم للشعب الأفغاني وتجنيب الشعب ويلات ما بعد الحرب الدورة الاستثنائية تأتي لتواجه ظروفا استثنائية في أفغانستان لها تأثير مباشر على باكستان ودول الجوار في مرحلة استثنائية تعيشها المنطقة إسماعيل مطر الغد إسلام أباد حذر نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان شير محمد عباس من موجة هجرة جديدة حال بقاء الوضع الاقتصادي والسياسي على حاله وقال نائب وزير الخارجية خلال احتفال بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في كابل إن تحسين البنية التحتية ضروري لإقناع المهاجرين بالعودة إلى بلادهم إذا لم يتغير الوضع السياسي والاقتصادي في أفغانستان ستحدث المزيد من الهجرات والتي ستكون عنوانا ومشكلة كبيرة لجيراننا ولدول المنطقة وحتى لأوروبا لذا إذا كانوا يريدون حل هذا الأمر فمن المهم العمل على البنى التحتية الأساسية في أفغانستان حتى يقتنع المهاجرون بالعودة إلى بلادهم حصاد اليوم مستمر معكم من فنات الغد وتشاهدون بعض الفاصل وفد مصري يبحث في غزة جهود التهدئة والأوضاع الميدانية ألاف المحتجين يتظاهرون وسط بروكسل ضد قيود فيروس كورونا أهلا بكم من جديد في الحصاد وهدى تذكير بأهم العنوي اتجاجات أمام القصر الجمهوري في السودان للمطالبة بالحكم المدني بوتيريش يطالب المجتمع الدولي مساعدة لبنان لتجاوز أزمة الاقتصادية فواضية الانتخابات الليبية تؤكد أن تأجيل انتخابات الرئاسة يرجع لمجلس النواب معظمة التعاون الإسلامي تعلن إنشاء صندوق إغاثة إنساني وتعيين مبعوث خاص لأفغانستان يبحث وفد أمني مصري في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية التهدئة والأوضاع الميدانية وأفد مراسلنا بأن فريقا هندسيا مصريا يزور غزة أيضا لاستكمال متابعة المشروعات المصرية لإعمار القطاع يأتي هذا بينما حضرت الفصائل الفلسطينية من استمرار إسرائيل بالمماطلة والتسويف لرفع الحصار عن قطاع غزة شارف عام 2021 على الإنقضاء والحصار الإسرائيلي لازال جاثما على صدور سكان قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عام تماطل إسرائيل حتى يومنا هذا في رفعه وتحذر الفصائل الفلسطينية من استمراره كونه سيشعل المواجهة من جديد تقول حماس إنها لن تدخر أي جهد في سبيل إنهائه لا يمكن بحامل أحوال السكوت على مماطة الاحتلال في إجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة أو إعاقة إعمار القطاع بعدما دمر في الحرب الأخيرة على قطاع غزة بالتأكيد سيكون هناك إجراءات وخطوات من حركة حماسة من كل الفصائل الفلسطينية لضمان رفع حقيقي للحصار وإطلاق عملية إعادة الإعمار في القطاع تحذيرات الفصائل تتزامن مع جهود مصرية تبذل لاحتواء أي تصعيد قد يحدث بين الطرفين خلال الأيام القادمة وكان اجتماع قيادي موسع قد عقد بالأمس بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي بحضور قيادات عسكرية من الطرفين استمر عدة ساعات نقش عدة ملفات أبرزها أن بقاء التسويف في رفع الحصار سينذر بتفجر الأوضاع الميدانية في أي وقت المقاومة أكدت خلال هذا اللقاء القيادات العسكرية على جاهزيتها التامة لخوض أي مواجهة عسكرية في حال اقتضى الأمر ذلك إذا لم يستجب ويلتزم الاحتلال بكل إجراءات كسر الحصار وتعكف الأجنحة العسكرية للفصائل خلال الأيام القادمة على تنفيذ مناورة للغرفة المشتركة في قطاع غزة تشارك فيها كل التخصصات العسكرية تؤكد أنها تأتي في إطار الاستعداد لأي مواجهة قادمة ومحاولات إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك تسعى القاهرة لأن تبقى حالة الهدوء قائمة في القطاع فيما تريد الفصائل الفلسطينية إنهاءاً كاملاً لهذا الحصار بعيداً عن محاولات إسرائيل الابتزازي والمماطلة محمد الدعور الغد غزة فلسطين في الشأن الفلسطيني أيضاً يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته العسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية بعد اعتقال منفذ عملية حميش يوم الجمعة الماضي أغلق جيش الاحتلال الحساب كما يقول مع منفذ عملية إطلاق النار شمال غرب نابلس بعد عملية عسكرية انتهت باعتقالهم في بلدة السيلة الحارثية شمال الضفة الغربية لكن ثمت حساب لم يغلقه المستوطنون يسعى المستوطنون لإعادة بناء مستوطنة حميش المقلى منذ العام 2005 وسط مطالبات لتهيئة الوضع القانوني لها عبر الحكومة الإسرائيلية حميش سلموها في 2005 وهم ما سلموها هم الدعون هم سلموها ولكن هم مكرمين فيها وبطلعوا فيها يعني عندك وفود منهم تتجمع من كافة المستوطنات من كافة المتطرفين مدعومين من مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ودعمينهم على سبت انهم ظلهم متوثقين ومتوطنين فوق مخاوف الفلسطينيين وتحديدا في بلدة برقة شمال غرب نابلس ارتفعت مع مخططات إعادة بناء المستوطنة سيما بعد الهجوم الأضخم الذي شنه المستوطنون الجمعة الماضية يقول الأهالي إن المنطقة تشهد ارتفاعا بوتيرة الاعتداءات الاستيطانية وتكريس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين زي اللي معلّة كلام الطلقة ولم تجوز حومش يعني من يوم ما تركوها لليوم ما فاركوها أكم إصابة صارت فيها طبشوا ناس دبوا ناس ضربوا ناس نحن مش عارفين نعيش بأمان في أمن وأمان نطلع من البيت الواحد خايف عولاته ومراته ومن كثر ما بيجوا المستوطنين بضنوا وبطخوا وبعملوا نبدهم إياه أنا واحد من الناس اتعرضت قبل شهر لضرب المستوطنين 35 كتب براسي وتكسرت إيدي ثمن قصور ففيش بيت آمن يعني بالنسبة إلنا كشعب فلسطيني من المستوطنين بحماية الجيش ومنذ عملية حومش رصدت مؤسسات حقوقية تعرض أكثر من 70 منزلا ومركبة فلسطينية لهجمات استيطانية في الضفة الغربية يستغل المستوطنون الحالة الأمنية في الضفة الغربية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لاغتنام مكاسب سياسية وأخرى ميدانية تعزز إقامة البؤر الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين الخاصة خالد بدير قناة الغد من بلدة برقة شمال غرب نابلس فلسطين كذا الناطق باسم العمليات المشتركة في العراق ألواء تحسين الخفاجي التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية والمناطق الحيوية وأضف أن الفرق الهندسية بدأت بجمع المعلومات حول حادثة استهداف السفارات الأمريكية استهداف المنطقة الخضراء ليلة أمس عمل مرفوض فورا بدأت القوات الأمنية باتخاذ سلسلة من الإجراءات وكذلك أيضا فتح تحقيقات تم العثور على منصات ورفع البصمات أيضا هناك جهود فني كبير في هذا المجال الحقيقة تم توجيه أيضا قيادة عمليات بغداد باتخاذ سلسلة من الإجراءات المهمة ملاحقة ومطاردة من قام بهذا العمل الإرهابي مستمرة لن نسمح بأن يكون هناك تهديد للسفارات والأهدافنا الحيوية نحن ملتزمون بحماية هذه الأهداف والسفارات والبعثات الدبلوماسية ولذلك لن نسمح بأن يكون هناك تهديد لأمن وسلامة هذه البعثات والأهداف الحيوية للبلد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن القوات الأمريكية قللت بشكل كبير من عدد الضحايا الأبرياء جراء غاراتها في العراق وسوريا وأفغانستان وقالت الصحيفة إن وثائق سرية حصلت عليها مؤخرا كشفت أن الضربات الأمريكية في الشرق الأوسط أوقعت آلاف الضحايا المدنيين المزيد من الوثائق التي يكشف عنها البنتاجون تؤكد وجود شوائب في الضربات الجوية الأمريكية على عدة مناطق تسببت في مقتل مدنيين بينهم أطفال وثائق لم تقترن بعقاب يذكر فتورة لم يذكر من يدفع مقابلها بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت عن وثائق جديدة للبنتاجون تتناول أكثر من 1300 تقرير عن الخسائر في صفوف المدنيين وجاء في تقرير الصحيفة أن التعهدات بالشفافية والمساءلة بقيت غالبا من دون تنفيذ ولم تنتهي على الأقل بإجراء تأدبي واحد وسبق الإبلاغ عن عدد من الحالات التي تعرضت للقتل دون مبرر يذكر بعض تلك الحالات اعتذرت واشنطن عن سقوطها بالخطأ لكن الصحيفة تؤكد أن تحقيقاتها أظهرت أن عدد القتل المدنيين تم التقليل منه على نحو كبير ومن بين الوقاعة التي تحدثت عنها الصحيفة ضربات نفذتها الولايات المتحدة في يوليو 2016 استهدفت ما كان يعتقد أنها مناطق يستخدمها تنظيم داعش في سوريا لكنها أسفرت عن مقتل 120 مزارعا وقرويا وفي مثال آخر نفذت ضربة جوية في نوفمبر 2015 في منطقة الرمادي في العراق بعد رصد موقع تابع لداعش وتبين في تقرير أن الهدف كان طفلا قتل في غارة وستهدفت سيارة في أحد شوارع كابل قيل إنها ملغمة وتبين لاحقا أن ضحايا ضربة كانوا عشرة أفراد من عائلة واحدة وبحسب الصحيفة فإن الرد الرسمي من جانب القيادة الأمريكية ذهب إلى أنه حتى أفضل التكنولوجيا لن تأتي ببيانات دقيقة بشكل كامل إلا أن هذا الرد لا يرقى لحجم خمسين ألف طلعة جوية نفذتها أمريكا في العراق وسوريا وأفغانستان خلال خمس سنوات أسفرت عن ألاف الضحايا أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الجيش الإثيوبي استعاد السيطرة على بلدة لاليبيلا وكانت قوات تيجراي سيطرت على المدينة في أغسطس الماضي قبل أن تجبر القوات الحكومية المتمردين على الانسحاب منها تظهر ألاف المحتجين وسط بروكسل للمرة الثالثة ضد قيود فيروس كورونا المشددة التي فرضتها الحكومة البلجيكية ونشرت السلطات أعدادا كبيرة من عناصر الشرطة في الشوارع وجاء الاحتجاج في أعقاب إعلان إجراءات جديدة تتضمن فرض وضع الكمامات وإعطاء عطلات مدرسية مطولة وإغلاق النواد الليلية والحناد والمطاعم في الحادية عشر مساء قال وزير الصحة البريطانية ساجد جاويد إنه لا يستبعد فرض مزيد من القيود للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا من جهة أخرى قال علماء بريطانيون إن هناك حاجة ملحة لتطبيق قيود إضافية في غضون أيام فيروس كورونا يضرب بريطانيا بقوة ويضع الحكومة تحت ضغط كبير حيث قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه لا توجد ضمانات تعطل فرض مزيد من القيود قبل أعياد الميلاد تصريحات جاويد جاءت بعد تسجيل بريطانيا لليوم الثالث على التوالي لحوالي 90 ألف إصابة اتخذنا إجراءات الخطة باء من خلال البرلمان هذا الأسبوع وهو ما لم أكن سعيدا به على الإطلاق لم أتولى منصيب لتقييد حريات الناس لكني أعتقد أنهم يفهمون لماذا نقوم بذلك سنبقي الوضع قيد المراجعة إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر فإننا سنستدعي البرلمان لا توجد ضمانات بعدم فرض مزيد من القيود العاصمة البريطانية لندن سجلت لوحدها إصابة أكثر من 26 ألف شخص بفيروس كورونا الأمر الذي اعتبره عمدة لندن صادق خان مقلق للغاية معلنا عن نقل العاصمة لحالة الحدث الكبير لمواجهة الفيروس ومؤكدا أن فرض قيود جديدة أمر حتمي نحن قلقون للغاية من الارتفاع الهائل في متغير أوميكرون على مدار الساعات الأربعة والعشرين الماضية كان لدينا أكبر عدد من الحالات جديدة منذ بداية هذا الوباء حالات دخول المستشفيات أخذتهم في الارتفاع لذلك اتخذ القرار بالتشاور مع شركائنا بالإعلان عن نقل لندن إلى مستوى الحدث الكبير مع تفش الفيروس في بريطانيا انضمت ألمانيا إلى كل من فرنسا وقبرص وهولندا في إغلاق حدودها أمام القادمين من بريطانيا في حين شددت كل من إيطاليا واليونان من القيود أمام الزوار البريطانيين بينما يتوقع أن تقوم دول أوروبية أخرى بذات الخطوات قريبا كل المؤشرات والتصريحات تقود إلى دخول البلاد في إغلاق عام جديد قبل نهاية العام الجاري بهدف الحفاظ على قدرات وزارة الصحة في مواجهة الأعداد الكبيرة وغير المسبوقة بفيروس كورونا عمر بشير الغد لندن تستهدف مصر زيادة حاصلاتها الزراعية إلى خمسة ونصف مليون تن مع نهاية العام الجاري مقارنة بخمسة وثلاثة من عشر مليون تن العام الماضي ويأتي ذلك ضمن سياسة التوسع الزراعي التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة فائض في المنتجات الزراعية حققته مصر خلال الفترة الماضية في ظل سياسة التوسع الزراعي التي تتبناها الدولة فما يقرب من خمسة عشرة بالمئة هي نسبة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج القومي هذا الفائض دفع إلى السعي لفتح مزيد من الأسواق في الخارج الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل طفرة كبيرة من الصدرات الزراعية وصدرات الموالح والفكة والموالح النهاردة مصر تعتبر الدولة الأولى نصدر حوالي من 2 مليون تن برطوان وده فضل الله يعني مركز كويس خالص وده يرجع الفضل لجهود للحكومة على الدعم المتقدم لها للفلاح المصري وتحتل الموالح المصرية المركز الأول عالميا في التصدير هنا رصدنا حركة العمل استعدادا لتصدير محصول البرتقال تلبية الاحتياجات الأسواق العالمية نصدر طبعا لدول العربية الأمارات السعودية نصدر لدول روسيا، نصدر لأوكرانيا، نصدر لبنجلاديش نمؤشر التصدير عالي جدا والدولة مدعمنا بس احنا طلبين ممكن بس أن الدولة تبقى مدعمنا في حاجة معينة اللي هي ايه يعني مثلا تعمل لنا زي اللجان تمام للمكافحة مع المزارعين وتصدر مصر نحو 255 سلعة من الحاصلات الزراعية إلى أكثر من 150 دولة خطوة تأتيض من استراتيجية تستهدف زيادة معدلات التصدير الزراعية إلى 5.5 مليون طن مع نهاية العام الجاري بنمو يبلغ 5.7% عن العام الماضي عندي عمالة مدربة زي ما هو موجود بيبقى مدربة ومعايا مهندسين زراعيين بيقوموا بمتابعة العمالة والتنبيه المستمري واليومي عشان قاطر أعضل أحصل على أعلى منتج يقدر يصدر برضا ويحقق لي برند كويس لأن طبعا ما يهميني كان يصدر أن البرند بتاعي بشغال في السوق كويس لذا حيحقق لي أرباح بيعليل في سعر سنويا تتصاعد نسب تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى الخارج وما يعتبر الاقتصاديون مؤشرا على تعافي الاقتصاد الوطني وجودة المنتجات المصرية لظل السياسة الإصلاحية التي انتهجتها الدولة المصرية في قطاعات عدة ومن بينها قطاع الزراعة أحمد مصطفى الغد الغربية ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العنوين تجاجات أمام القصر الجمهوري في السودان للمطالبة بالحكم المدني فيرش طالب المجتمع الدولي مساعدة لبنان لتجاوز أزمته الاقتصادية مفوضية الانتخابات الليبية تؤكد أن تأجيل انتخابات الرئاسة يرجع لمجلس النواب منظمة التعاون الإسلامي تعلن إنشاء صندوق غاثة إنساني وتعيين مبعوث خاص لأفغانستان تهى حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة